و هلووو و كيف حالكم يا جماعة شو اخباركم انا وساما جهاد ورجعنا لكم فيديو جديد و فيفا جوردان كيف حالكم يا جماعة شو اخباركم قبل ما انبلش الفيديو اذا انت مش مشترك في القناة انزل اشترك في القناة عالسريع اخوان لأنه اليوم موضوعنا جداً مهم جداً 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 الناس اتهمتني اني انا زنديق اني انا بصر شو اذا فيه ناس كثير سبوا علي في التعليقات وانا ما عملتش غلط اخوان اقول لكم شغلة والله لو اني عملتش غلط كان انا انا بني قدم كبير يعني بعتاري في الحالي بقول لكم والله غلطت انا اسف المهم الفيديو هذا عامله ارد على الناس اللي بتحكيلي انه انت ليش غالب علي زل نباني او انت ليش ضد زل نباني في سباق ردول يا اخوان يبدوا يبدوا انه الناس ما فهمت رأيي وما فهمت وجهة نظري صح وما فهمت شو كان قصدي في الفيديو السابق اللي هو كان عنوانه مشكلة يزل نباني وناجي القاق هسا كان قصدي بالمشكلة مش من طلب حدا معين هسا يزل نباني وناجي القاق ما صار في بناتهم احتكاك لأي اشي يعني ما صار في بناتهم اشي ومش يزل نباني اللي ظلم ناجي القاق الموضوع ما فيه انه انا حكيت بس فيه ناس مخها كان اسمينك شوي فيه ناس برضو ناس ما فهمت علي القصد في الموضوع كان انه شركة ردبول هي اللي ظلمت ناجل قاق انا ما وجهت ولا اي كلمة لا يزن نباني وحكيت في اخر الفيديو كمان بس المشكلة انه فيه ناس كتير ما بحبوا يكملوا الفيديو للاخر او يحضروا كامل فبحضرلك دقيقة دقيقتين مباشرة بوقف الفيديو بنزل بيسبعليك في التعليقات انا هاي المشكلة اللي وجهت فيها انه واحد علق زي يك تعليق انه ما كانوا يكمل الفيديو فالناس بلشت تكتب زيهم ولا انا في نهاية الفيديو كنت موضح وحاكي انه انا ويزن نباني ما في بناتنا موضية شخصية وما في بينه وبينه اي اشي بالعكس هو ما بعرفني اصلا انا وكذلك الامر في ناس كانوا يحكولي انه انت بتهز دنب لناجل قاق وانت خز لناجل وابصر شو لا ابدا انا وضحت لكم وحكيت لكم انه انا ما في بيني وبينهم اثنين اي اشي فانا كنت مذايب ومجهور ومحروق ليش حكيت هذا الاشي يعني ليش كنت مجهور كنت مجهور من ادارة ريدبول ومن شركة ريدبول وبرضه يعني مجهور على ناجل قاق ثاني مرة هي بتصير معاه انه ينظلم في تصويت وانا بصراحة يعني بما انه هو يوتيوبر وانا يوتيوبر حطيت حالي مكانه انه انا لو انا اللي انظلمت فعليا انا كنت كثير مذايق بوقت الفيديو المهم يا جماعة فيه ناس يعني احنا وصلنا 2019 والحد الان فيه ناس بتسيب ام ناس عشان محتوى بيقدمو يعني انا يا اخوان تتفاجئوا انه انا بالفيديو تبع اللي حكيت عنه يزن نباني وناجي فيه واحد بيجي بيسيب علي هيكيك لا امك لشي بصير تيزن اخوان احنا وصلنا بالعام 2019 عارفين شي يعني 2019 يعني زمان راحت هاي القصص بس فيه ناس سبحان الله لسه مصرة انها تكون طفلة وتكون لساتها صغيرة اكيد اتجاهلتها التعليقات اللي زي هيك بس فيه كم كومنت حب اشارك يعني اشارككم هذول التعليقات نقرأهم مع بعض هيك نحكى ودف عندنا عنهم بس اول تعليق ايجاني انه طيب ليش كل هذا مقهور من يزن شفتوا كيف هي واحد من العينات انه مفاهم انه انا كثير من ايادا مقهور من يزن وانا عدو نجاح وبيديش اله الخير من الحكيات بي احدى العينات المهم تعليق ثاني واحد بيقول لي يا زلمي يزن النباني ما بحطك بجرابينه يا عمي محداش طلب مني يحطني في جرابينه اذا انت حبت نحطي في جرابينه روح الله معك الحمد لله اللي عزي انا اني مخلوق بني ادم ايك ومش حب اكوني في جرابين حدا يا مش عام شو ام التعليق هذا شو بتايالك تعليق كل بعده يزن نباني احسن من وجهك نباني نوباني اسمعنا شيء اللي بدي اسكر القناة وافتح دروس عربي خصوصي سر درسكم عربي اوكي شهد بتحكيلي السلام عليكم انت ليش حاقد علي يا زن نباني وعليكم السلام انا مش حاقد علي يا زن نباني انا حاقد على شركة ريد بول الخرا اللي عملو هكا اشي بين يوتيوبرز اثنين اردنيين وعمر الفيون بيقولي لا انت مجهور منه تخلص اوكي زي ما بدك زي ما بدك مش رح على القشك يعني اوكي كندر بتحكيلي وما كان في داعي ينزل هذا الفيديو حتى لو حدا فاز او ما فاز هم مش رايحين يفوزوا هم رايحين يغيروا جو بعدين لو ما فازوا او فازوا الحالتين رح تكون فرصة لي ليشتهروا اكثر امتي مالك هاي شكلهم مش عارفين انهم كانوا رايحين على سبا قرد والمفكر الرايحين رحلة رايحين يغيروا جو بعدين لو ما فازوا او فازوا والمفكر الرايحين رح تكون فرصة ليشتهروا يشتهروا من ردبن صديقتي يز النباني عنده مليون وناجي القاق عنده قناتين كل قناة فيها مليون يعني وما بشهروا ردبن اوكي عمو العاب يا سلام عليك يا عمو بحكيلي بدي اسألك انت ليش تتحيز لناجي ترى انت جدا فاسد وما رح توصل عشان افكارك انا مش تعليق سلبي بس ابصر ليش افكارك بداعي عادة تأهيل والله صديقي انت اللي بدك عادة تأهيل قل ليش تتحيز لناجي انا ما تحيزت لناجي انا جدا فاسد شو عملت عشان اكون فاسد انا يزم حرام عليك بسمة بسمة هيك تحكيلي افكرا مشرط الشكل احس انكم انتم عاق افكرا مشرط الشكل عادي يمكن الناس بيحبوا يزن اكثر من ناجي وهو فاز مشرط تكون سيارة واو المهم الله اعلم مين المظلوم ما بنقدر نحكم لان كين كين انت ياللي تظلموا بس انا بظلموا بس طبرا شو دخلني في الموضوع حج اتفاع بغلط يا حج بسم الجلودي صح صحيح بحياة الدينيك انا ما اقلي دخل في ريتبول انا مش معاهم انا والله مين ماليش دخل انا بالقصة كلها انا بني ادم بس كيتيوبر بصور فيديوهات و بحكي فاصار موضوع انتقدته ووقفت مع الحج ضد الباطل وبس فانا ماليش دخل انا مش ريتبول انا انت مش اه صح انا لابس احمر بس انا مش ريتبول ابدا يعني انا مش ثور احمر المهم عبدالله بحكيلي وانت ليش هلقدي حارق دمك يزن النوباني وانت جاي تقارن يزن ابناجي وكل واحد ايله محتوى كمان شو مصلحتها ريتبول تفوزه سيبك من اللي انت فيه تكبرش عظاهر حدا صديقي مش حارق دم انا شكري رح اظني عيد السيناريو نفسه انسوا لانا حكيت رأيي في الموضوع هذا في واحد بقول لي بعد هذا الفيديو انت ورجتني غبائك الخطأ اللي صار غبائي انا غبي الله يساهم حك الخطأ اللي صار بالتصويت صار لساعة او ساعتين يعني بدها تفرق الف صوت ويزن جاب سبعين الف يعني اكثر من ثلاث افعاف فعلا انك غبي وفاشل وعمرك ما بتنجح صديقي انت الغبي والفاشل الله ينتج منه استاذك الرياضيات الله ينتج منه يا زامي او الله ينتج منه ليش كاين تسرح في حسة الرياضيات يا اخي يا اخي انت شبك ايش فيه شو اللي كان يصير معك انت بحسة الرياضيات احكي لي بس خليني اوقف معك قال بيقول لك يزن جاب سبعين الف يعني اكثر من ثلاث اضعاف عارف شو يعني اكثر من ثلاث اضعاف يعني قدع ثلاث مرات يعني مفروض قديش يكون عشرة اسمع انت فاهم غلط انت شكلك مفكر انه ناجل قاق جاب 6800 صوت لا صديقي ناجل قاق جاب 68000 صوت يعني فارق 2000 والتسكير اللي سار لساعة او ساعتين لا سار لأربع ساعات سار لحاله كمان ولا العظيم كان يحبي بعدين سار الله يحميه من شاء الله فيه سافي اخي بيقول لي اسمع ترى انت جاعد بتعلم عن انصرية ترى الاثنين سفحين يزن انت مالك انت انتو ايش انتو بشاكل بالتعليم انت فاهم شو يعني عنصرية صديقي اسمع انا بحثك انه تروح تقرأ شو يعني العنصرية بدان تجي تهبد عند الهبد هذا هون في عندنا معلم واحد علق كومنت يسعدينه لو لا احنا ما كناش عارفين شو رح نعمل في الدنيا كلها تجاب لنا الحلقة الاخيرة تجاب لنا الصافي يعني من الاخر يعني تقول تتعب وتفكر لا عندك عمو جيرو هانما تجاب لك الصافي بيقولك يا عمو اللي جمع اصوات اكثر واللي فاز الله يا زلم هدا تخلك وحيا تدير ام الغباء يا شيخ شو اللي انت بصير معك اكرم وقللي هسا انت ليش جعب تفتن الله ما بفتن انا مريش دخلي عمو انا والله مسكين اقسم بالله يا اخوان اخر تعليق منها انا تعبت انا مش تبع تعليقاتي ازام شو بعملي في حالي علي وعمر بحكي لي اسامة ليش حسك مجهور من يا زن نباني وكثير محروق منه يا زن نباني بفهم ونشر عنده من زمان انه مشارك بالسباق شو دخلنا اذا ناجي يتأخر لحتى نشر عنده مشكلة ناجي هاي يزن ملوش دخل يا سلام بعدين ما هو ناجي عمل فيديو كامل على اليوتيوب عشان يصوتوله اما يزن نزل بس ستوري على اليوتيوب للعلم يزن عنده اكثر من ناجي على اليوتيوب عنده فوق المليون يعني الدرق الذهبي صار عند يزن وناجي لسه ما عنده ودعس ابو طلال اذا انتوا معا اشفين انا مافهم تشي منه ها انا مش مقول من يزن ومش محروق منه يزن نباني بفهم ونشر اوكي اخوان انا اسف وحياط الله انا انا اسف اني اصلا رديت على تار انا اسف اني انا عملت فيديو انا اسف قدا على اخطائي اسف على بركان اشوائي بس والله اخوان اه صحيح وصلنا 20 الف مشترك خلا اسمعوا بالله فكوكم من ام السالفة اللي حكيتها انا بكرهش يزن ويزن بجنن وان شاء الله يعني ان شاء الله يا رب هيك مزيد من التقدم والازدهار يعني الله يوفه ويا رب فيش بناتنا اشي ولا كاره له الشر بالعكس هو يوتيوبر اردن يبنمثلنا كمان يعني برفع راسنا كمان بالاشي اللي بيقدمه الله يوفه جو جود لك وان شاء الله هارد لك مش بس جود لك تخيلوا كيف فانه مافي بين وبين اي حدا اشي وبالعكس مش من مصلحتي اني اعادي حدا خصوصا اني انا زي زي اي شخص تاني بقدم محتوى على على اليوتيوب فلش انه اعمل لحالي سين وصادق وخلي الناس تقرب علي وتكرهني وهيك نهاية شكرا للكم 20 الف مرة على العشرين الف مشترك بتمنى هيك ان شاء الله نظرنا طرعين لفوق مصفحين وصحيح يا اخوان 27.09 يعني يوم الجمعة يعني مش عارف انا ما تبدأ نزل الفيديو بس احنا منروح نلعب الخميس وما بيجوا الجمعة يعني بكرا بروح من المنتخب سبت برجاء ما علينا يوم الجمعة 27.09 عيد ميلاد اكتبوني تعلاقات كل عام تبخير وظبطوني وعالانستجرام روحوا على الانستجرام تافقوني وحكولي كل عام تبخير والله بمبسط مش عارف لش خليتكم تمسكوه يا اخوان ده برجيكم طالله هذا يا حرام بس اقسم بالله اقسم بالله يا اخوان مغزل عليكم وانا آسف طلع وشكرا لكم نشوفكم في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام